قبل ما نسمع أي شو برضو يا كابتن هاني بعد إذنك نطلع لزميلنا أمير هشام برضو يقول لنا إيه الأخبار هناك في بعثتنا في الإمارات تأمير زكا أمير تحقتي ليك يا كابتن إسلام تحقتي كابتن هاني والديوفك والكل مش قادي ما تبعي قناة الأهلي في كل يوم كان ما إحنا وقفين جوا بقى الفندق فجو حلو هنا جوا فمش محتاجيني الجاكت ما تبعي ماشي زكا أمير طمنا على بعثتنا طبعا الأمور ماشية بشكل كويس جدا الأهلي استعد نهاردة استعداد أخير من خلال مران هو الأخير ليه هنا في أبوظاب قبل مباراة الغد بإذن الله على الميدالية البرونزية مع الهلال السعودي مباراة طبعا صعبة جدا جدا ومهمة في نفس الوقت الاعتبارات كتير أول حاجة هو درب عربي طبعا فرقتين كبار أهليه بجمهرية عظيمة جدا جدا أكبر جمهرية في الوطن العربي الهلال عنده جمهرية كبيرة جدا جدا في المملكة العربية السعودية عنده جمهور كمان بيحضر هنا في أبوظابي بكسافة جدا ومهتمين أو بالبطولة بالنسبة لهم تقريبا يعني أول مشاركة لهم في كاس العالم يعني لو أنا بقول المعلومة صح لكن في نفس الوقت بيقابل فريق بتاريخ كبير ومتمرس في هذه البطولة وهو النادي الأهلي فبالتالي الأهلي بيحاول يستغل عنصر الخبرة مع يعني مرعاة بعض الظروف اللي أكيد كلنا عارفينها وكلمنا فيها مرارا ومتكرارا وآخرها كمان ظروف الإقافات فيما تعلق بغياب أفشا هو العيب مهم جدا بغياب أيمن أشرف هو العيب كمان مهم جدا بسبب الإقاف بخلاف الإصابات اللي تكلم عليها حنا في دلوقتي يعني برضو فبالتالي كلها ظروف لكن في نفس الوقت مستر بيتس المسيماني وده كان يعني أوديكا تصبحاته في المؤتمر الصحفي ما بيبصش لكل ظروف اللي بتحيد بالفريق قبل البطولة أو أثناء البطولة هو بيقول إن أنا يعني دي أصعب فترة حاولت أهيأ فيها الفريق البطول بسبب كل ظروف دي لكن هي إحنا ما بنحطش الظروف دي كشماعات بالنسبة لنا أو كحجج إحنا بنحاول نتعامل مع كل ما يعني يقابلنا في طريقنا أو في مشوارنا في أي بطولة يعني أو أي تحدي من التحديات يعني تصرحته في الحقيقة متزنة جدا ومميزة جدا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمبارات اليوم ده فيما تعلق بمستر بيتس المسيماني لكن بما رجوعنا للمران النهاردة يعني كان وضع مش هاميل قبل ما تروح للمران ممكن أسألك حاجة تخص الجمهور لأنه مهم جدا برضو نعرف إحنا بكرة إن شاء الله أنا عارف طبعا أنت بيقول حتى أنت مش هتعدهم ولا أي حاجة ولكن أقصد أن البكرة المباراة هل من الممكن أن نرى مشهد مبارات بالميراس مرة تانية بمعنى أن يكون البكرة الجمهور السعودي أكتر بكتير من الجمهور النادي الأهلي لا لا خالص بالمناسبة كابتن إسلام يعني خلينا أقول لك أن الساعة الكامل الأستاذ قال نهيان النهاردة بقت متاحة لكل الجماهير يعني بقى ساعة الأستاذ كاملة متاحة بالنسبة لكل الجماهير أنا في اعتقادي الشخصي أنه سيكون الموضوع فيه توازن ما بين الجمهور الأهلي وجمهور الإيلال إن لم يكن جمهور الأهلي أكتر في الحقيقة لأن خلاص كان جمهور الأهلي عرف أن الفريق حيلعب على مباراة المركز الثالث والرابع فبالتالي أكيد هم حجزوا بشكل مبكر أكيد يعني قدروا أن هم ياخدوا أماكنهم في أستاذ أو مدرجات أستاذ النهيان فبالتالي أعتقد الأفضلية ممكن تكون لجماهير النادي الأهلي مع وضع في الاعتبار بقولك كسافة جمهور الهلال هنا وشوفناه في مباراة تشيلسي وكانوا كثير جداً جداً فأكيد برضو كثير منهم النهاردة بعد ما بابل حجزت فتح تاني قدروا أن هم يحجزوا أكيد ويكونوا متواجدين لكن المؤكد يا كابتن يسامي نحن مش هنشوف نفس اللي شوفناه بس هو ده المهم بالنسبة لي بالمرس كان الجمهور تقريباً كله مالي الملعب جمهور الأهلي كانوا ياخد مكان كده في الملعب بس فممكن ده أثر بشكل أو بآخر لأن الجمهور الأهلي عنصر مهم جداً جداً بالنسبة لللعيبة يعني ده أمر مفرق معنا في مورات منترك بشكل كبير رغم كل الغيابات والظروف اللي احنا عارفينها لكن لو هتكلم بقى على التمرين فالتمرين النهاردة زي ما قلت لك يا كابتن إسلام كابتن هاني وديوفك يعني كل جمهور النادي الأهلي فيه واضح نحن هيكون في بعض التعدلات في التشكيل سواء بسبب الغيابات كإقاف أفشا وأيمن أشرف أو بسبب يعني أفقار لمستر بيتسو موسيماني وبعض اللعبين اللي حيكونوا متواجدين بشكل أساسي والبعض الآخر كان أساسي وحيبقى موجود على الدكة دي تعديلات هتحصل من غير ما يتطرق طبعاً لأسماء أو للتشكيل لأن يعني قناة الأهلي أكيد ناس كتير جداً بتشوفها في السعودية جميلة الهلال أكيد يعني الناس بتتباحها بشكل كبير فمش عايزين نكشف أوراقنا رغم أن يعني الأهلي كتاب مفتوح طبعاً للهلال والهلال كتاب مفتوح للأهلي لكن تبقى الأفكار والتاكتكس اللي خاصة بكل مدير فني هي اللي ممكن تكون مفاجأة من ضمن المفاجأات لأي فريق من الفريقتين فالمهم يعني أن التحضرات مشت بشكل كويس جداً والكل جاهز عايزة تطمن جماهيري النادي الأهلي على أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر جاهز بنسبة مليون في المية لفوض هذا اللقاء بعدما كان تعرض لكادمة قوية في الكتف في مباراة بالمرس عمل أشاعة مبارحة أشاعة رانين أكدت أنه هو سليم تماماً شارك في التدريبات من مجال الاتحامات النهاردة شارك بالاتحامات وفي شكل ممتاز وماشاء الله عليه جاهز بنسبة مية في المية لمباراة الهلال محمد عبدالقادر جاهز جداً يعني الأمور ماشية بشكل جيد بالنسبة لفريق كابتن إسلامي كابتن هيني إنه فيها يستفسار معك لا طبعاً إحنا كنا فعلاً عايزين نتطمن على أحمد عبدالقادر لأن كان فيه طبعاً إحنا قلقنا شوية حتى لما قلنا أو تلاع أنه هو بيشارك بس يعني بشكل خفيف بدون احتكاكات وبالتالي كنا قلقانين شوية أنه لم يصل للجاهزية التامة لكننا طمنتنا لأنه كمان لعيب مميز جداً جداً على مستوى مهاري عالي جداً إحنا بني وبنك يا كابتن هاني بصراحة إحنا مش نقصين إصابات حظ الأهلي يا جماعة السانادي صعب جداً في البطولة دي بالذات يعني التارجت بالنسبة لمنظومة النادي الأهلي إيه أكيد تتفق معي كابتن إسلامي كابتن هاني كيشو أنا في كل الجماهير يتتفق معي أن الهدف والتارجت الأساسي بالنسبة لمنظومة كلها هو كاس العالم الأندية إحنا خدنا برونزية مرتين قبل كده شاركنا لمرة سبعة في البطولة فنفسنا إن إحنا نوصل لمرحلة إحنا ما نصلمهاش قبل كده المباراة النهائية على الآن كمان أو الناس كلها كاد بتشتغل آه طبعاً الناس كلها كاد بتشتغل على الحلم ده إنك أقل تقدير السنة دي تأخذ داليا في الضيئة لو هو توصل للمباراة النهائية بقى تقدر تفوز بالبطولة ما تقدرش أنت بحقات الإنجاز لكن بصراحة مفيش حظ أسوأ من كده تعارض موعيد ما بين أفريقيا وكاس عالم أندية غيابات وإصابات لأبرز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا في أفريقيا واحد زي بيرسي تاو ده لعيب مهم جداً أنت جايبه عشان كاس عالم وعمار حمدي كمان ياسر عمار حمدي أكرمت وفي بدر بنون حتى بدر بنون اللي أنت برضو بتبني عليه خطتك في طريقة اللعبة بتطلع به من وراء الأدام بالكورة الرجل كورته حلو قوي برضو صابة بتعطاله فكل الظروف بتعاند النادي الأهلي وانا الميزة برضو يا كابتن إسلام يا كابتن هاني أن جماهير النادي الأهلي عندها قدر كبير أو من وعي يهوما الناس كانوا أقعر فين طموحنا ووصل لحد فين وحنا عايزين نوصل لفين وبرضو مش هكوم ببلغ والله لو قلت أن طموح جماهير النادي الأهلي هو الفوص بكاس العالم الأندية نفسنا الحلم ده يتحقق عشان بقى البطولة الوحيدة للأهلي شارك فيها هي البطولة دي الوحيدة لما خدناهاش نحن كل البطولات شاركنا فيها خدناها النقص له كاس عالم أندية وكاس الرابط تجيب طوله مستحدثا إن شاء الله ناخدها كده أجلا أم أجلا لكن كاس عالم أندية هو الهدف الأساسي الهدف الأساسي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي فالناس اشتغلت الناس حاولت كتير جدا صفقات قد كده لعيبة جمدة قد كده حاولت لكن للأسف ما فيش نصيف السنادي بسبب الظروف كلنا عارفين فالجمهور النادي الأهلي عنده وعي كبير وعارف كويس قوي إن أنت الظروف هي اللي أعطلتك سأقول لك أمير رغم كل ده أنا اللي عجبني في مستر مستماني عايز أقول لك أن رغم كل الأساسيات اللي أنت بتتكلم عليها دي والظروف الصعبة والحظ السيء في الإصابات وغيابات لكن أنا في اعتقاد الشخصي كمان إن الأهلي في الفترة دي تقدم مرضوط طيب جدا يعني على مستوى الأداء على مستوى يعني الدخول في المباراة بشكل كويس كسبنا مباراة خسرنا مباراة والمباراة التانية الشوت التاني الشوت واحد بس اللي لعبناه يمكن وحش يعني يعني مش على قد مستوى للشوت التاني ودي في الحياة كبتلاني يعني طبعا طبعا كلامك مليون في المية صح ودي ممكن كانت مفاجأة للبعض يعني خلينا أقول لك إن أكيد أكيد عشان نبقى برضو منطقيين وواقعيين الناس كتير من جمهير النادي الأهلي كان متوقع أن الأهلي في مورات منطري سيخسر واحد اثنين نقصنا 14 لعيب كلام من ذلك شوفنا الأهلي بشخصيته بشعار الأهلي بمن حضر فعلا كانت ملحمة ومباراة كبيرة جدا قدر الأهلي هو يفوز فيها مباراة بالمرس تفاصيل صغيرة خسرتنا أخطاء بسيطة صغيرة هي اللي خسرتنا رغم برضو كل ظروف هي دي روح الأهلي لكن ما بالك بقى الروح دي بالعناصر الكاملة أنت عندك محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا مش معاك يعني أنت كل الظروف عطلتها لكن في كل الأحوال وأنا برضو عايز أكمل حتة بتاعت مستر بيتس المسلماني لأن الراجل في الحقيقة كل فرصة في أي مؤتمر صحفي في هذه البطولة بعد بالتحديد الإخفاق أمام بيقولهم يا جماعة إحنا هنحاول مرة تانية ونقدر نحقق طموحنا في المرة اللي جاية بإذن الله فالراجل نفسه عن بالك جرسالة للبعض من يحاول أنه يتكلم عن انتهاء العلاقة أو كذا لا أصد أقولها والله عشان كده يا ميسج وط والله أصد أقولها عشان كده بالضبط يعني الناس كتير بتتكلم الناس كتير بتتكلم عن المسلماني هيمشي أصلي مش عارف العقد إيه أصلي اتفقوا على فلوس كام أو الله العظيمة كافة الإسلام الأرقام الاتتقال مش حقيقية أنا بقول لحضرتك معلومة من غير ما أقول تفاصيل الأرقام مش حقيقية المعلومات مش حقيقية مع كامل احترام والتقدير لكل من أنه هو يحاول يجتهد وارد أن أنت تخطأ وارد أن أنت تصيب في أي معلومة ده هي دي شغلتنا ممكن واحد يجتهد يجيب معلومة صحة ويجتهد يجيب معلومة غلط ده عادي ما تعيبش أي حد لك أنا بقول لحرارك وبأكد لك معظم الكلام اللي تقال خاطئ وعاري تماما من الصحة والحقيقة إن شاء الله كلها هتتعرف راي وكل شيء وارد برضو بالمناسبة لكن الدنيا ماشية بشكل كويس فيه ثقة كبيرة جدا ما بين الجهاز الفني ما بين موسماني تحديدا ومجلس الإدارة ومن هنا يعني ثقة متبادلة ما بين الاتنين والطموح واحد والأهداف واحدة فبإذن الله كؤسة أكد حتنتهي في وقت أخيرا بكرة لكن طبيعا الناس بتحاول دايما كابت الإسلام يعني تتكلم في الاتجاه معاك أنا المسج وصلت تمام من سواء من بيتسو موسماني أو من أمير هشاف أنا عايز أقولك بكرة إن شاء الله بكرة إن شاء الله إيه اللي حيحصل بكرة ليوم بيبقى ماشي إزاي المباراة بكرة هتبقى الثلاثة يعني ساعة خمسة بتوقيت الإمارات ساعة ثلاثة بتوقيتنا هنا في القاهرة وبالتالي اليوم بيبقى ماشي إزاي يعني في البداية هيكون معادل �طار الصبح بعد كده هيكون الساعة عشر أيام التحديد بعد كده الساعة واحدة ومص بالزبط معادل غدر بعد كده الساعة 3 هايكون زي مثلا سناك كده بالنسبة للعابين بعدها على طول المحاضرة تمام وبعد كده التحرق عشان يوصل الفريق قبل المباراة بساعة ونص وياخد هذا اللقاء الهام أمام الهلال والصعب جدا لأن الهلال برضو إمكانيات ما شاء الله كبيرة جدا لكن الأهل بإذن الله هيكون في الموعد وبإذن الله يفرح جمهير وببرونزيل الموسم الثاني على التوالي بإذن الله إن شاء الله طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته وإن شاء الله بإذن الله منتظرين بكرة إن شاء الله روح النادي الآلي وبإذن الله شهرون الفرنزيل الثالثة بإذن الله في تاريخ النادي الآلي أمير بنشكرك شكرا جزيلا من أبو ظبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب نرجع مرة تانية للحنفي ويشو الحقيقة كل الكرو برضو أنا حابب أن أنا أحييي التاقم العمل اللي موجود في أبو ظبي الحقيقة عاملين شغل رائع بكرة إن شاء الله حيبقى آخر يوم في البطولة وإن شاء الله الحمد لله يا كابتن هاني تحتية رائع كل البرامج بيجيلي الفيت باكل من كل الناس الحقيقة للناس قد إيه مبسوطة بالتعامل في قناة النادي الآلي خلال الأسبوع عشر تيام اللي فاته من تخطية من ساعة برنامج عشر الصبح لغاية الساعة اتنين بالليل وبالتالي ده واجبنا طبعا وده كل البرامج القناة الحقيقة مهما كان حتى برنامج المحترف مثلا بيتكلم عن حاجة أوروبية وكذا بيتكلم برضو عن بطولة وبيتكلم عن اللي بيحصل واللي بيحصل هناك وبالتالي الحمد لله والشكر لله كل قناة النادي الآلي سعيدة جدا أهم حاجة بتجينا أن احنا جمهور الحقيقة بيشكر العاملين في القناة على هذا الأمر وده بقولهم منه ده واجبنا وده دايماً اللي حنحاول نفضل نعمله على طول خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر